تأتي زيارة الرئيس السربي لمصر في وقت تشهد العلاقات السياسية فيه بين مصر وصربيا نشاطاً ملحوظاً في الآوانات الأخيرة هذا وترتبط القيادتان السياسيتان في مصر وصربيا بعلاقات متميزة وهو ما عكسته الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين علاقات تاريخية تجمع مصر وصربيا تمتد عبر أكثر من مئة عام شهدت خلالها مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو الدولي العلاقة بين القاهرة وبلغريد أحد أبرز ملامحها هو اشتراك البلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي انتلاقاً من كون العاصمتين قويتين إقليميتين فاعلتين في محيطهم ابن فترة حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو رئيس غسطافيا سابقاً وفي المرحلة الحالية ترتبط القيادتان السياسيتان في مصر وصربيا بعلاقات متميزة وهو ما عكسته اللقاءات رفيعة المستوى في يوليو لعام 2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى سربيا والتي تعتبر الأولى لرئيس مصري منذ أكثر من ثلاثة عقود وخلال اللقاء الثنائي فور وصول الرئيس السيسي إلى بلغريد أشار خلال اللقاء إلى اهتمام مصر بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري أما الرئيس السربي فقد أعرب عن اعتزاز بلده بما يربطها بمصر من علاقات تاريخية مؤكدا على تطلعه للعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يسهم في أعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية واستعدتها للزخم المعهود كما أكد رئيس صربيا أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة مرحبا بأقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن كما قلد الرئيس الصربي أليكساندر أفوتشيتش الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية الصربية ذلك تكريما للرئيس واعترافا بقدره الكبير لدى صربيا وهكذا فإن العلاقات السياسية بين البلدين آخذ في الازدياد منذ سنوات في العديد من المجالات الأمر الذي يعزز من محيطهما في أفريقيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى